هل وضعت الأرجنتين صورة ميسي على العملات الورقية؟ وهل رفع البعض قضية ضد الرئيس التونسي في دولة أجنبية؟ وما حقيقة فرض عقوبات سياسية على كريستيانو رونالدو؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في حلقة اليوم من بوليغراف أهلا بكم أهلا بكم إلى بروباجاندا أولى فقرات برنامجنا هنا نفند الأخبار الزائفة والفبركات التي نعتقد أن وراءها الدوافع وحسابات سياسية بعد هدوء استمر لعدة أيام نست فيها الصفحات والحسابات العشوائية نشر الفبركات حول مونديال قطر 2022 عادت للترويج للأخبار الزائفة حول العرس العالمي الكبير ومن ذلك نشرها صورة للعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يحمل كتابا عن الرئيس تركي رجب طيب إردوان مع تعليق يقول إردوان رئيس الجمهورية التركية نقطتان لقد قضوا على كريستيانو رونالدو بوضعه على الدكة حيث تأثر نفسيا وتأثرت طاقته بهذا الوضع للأسف يبدو أنهم فرضوا عقوبات سياسية عليه الحقيقة كالعادة ودون زيادة هي أن الصورة معدلة رقميا إذ لم يحمل كريستيانو رونالدو كتابا الرئيسي تركي رجب طيب إردوان الصورة الحقيقية نشرها رونالدو على صفحته الرسمية في 26 من سبتمبر أيلول عام 2020 وكان يحمل فيها كتابا باسم أوبودير دي كومنيكاسيو وأرفقها بتعليق وقت القراءة الحياة والعلم تم التلاعب باللقطة وإضافة كتاب من الممكن إنشاء عالم أعدل والذي ألفه الرئيس التركي رجب طيب إردوان ويروي فيه مساعي بلاده وتفاصيل محاولة تحقيق العدالة للبشرية جمعاء وحل المعضلات السياسية العالمية راجى تدول الصورة بعد ما قال إردوان في معرض رده على سؤال حول المقارنة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أثناء لقائه مع مجموعة من الشباب في ولاية أردروم قال إنه ليس في مكان يسمح بالمقارنة بين اللاعبين لكنهم ضيعوا رونالدو وقال أيضا مع الأسف طبقوا عقوبة سياسية على رونالدو كما أضاف إردوان إن وضع لاعب مثل رونالدو على الدك أمر يستنزف نفسيته وطاقته رونالدو شخص داعم للقضية الفلسطينية هكذا قال إردوان ونبقى مع الهبد الإخباري الذي يستهدف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ومن ذلك الانتشار الواسع لخبر يقول صحيفة الرياض السعودية نقطة إدارة النصر تشتريطه على كريستيانو رونالدو الزواج رسميا من جورجينة للموافقة على إتمام التعاقد من حسن الحظ أن اللاعب البرتغالي لا يوجد لغة العربية وإلا لذهل مما ينشره المفبركون العرب عن أسرته ففي عموم شمال إفريقيا اسم أكبر أولاده هو الجيلاني وبعضهم يسمونه الجيلالي أما أنا فأكاد أجزم أن اسمه حمى ولد الدالهوم وقد رأيته بالفعل في قرية هنشير الصواطير أو جرتها كف دربي في ولاية قفصة من جنوب تونس نعود إلى حكاية جورجينة وتفنيد الخبر الذي لم نجده في جريدة رياض السعودية حيث تبين أنها لم تنشر أي موضوع يفيد باشتراط إدارة النصر السعودي زواج كريستيانو رونالدو منها الموافقة على إتمام تعاقد معه إلى لحظة تصوير هذه الحلقة من برنامج بوليغراف على الأقل وقد روج المفابركون والمفابركات للخبر بعد انتشار أنباء عن تفاوض إدارة نادي النصر السعودي مع رونالدو للانضمام لصفوف الفريق بعدما أصبح اللاعب حرا ولا يلعب في أي فريق بسبب فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وأقترح بالمناسبة ضمه إلى فريق بوليغراف يمكن أن أضاهه على الدكة هنا أهلا وسهلا بك من أخبار عن ترجبنا إلى القصص التي تستهدف سيد اللاعبين شيخ الفائز بكأس العالم برغوث الأرجنتين دي جوت ليونيل ماسي وترويج صفحات المبالغة في حبه والإطراء عليه لهذه هي صورة مع تعليق يقول أين الصورة يا جماعة الأرجنتين تصدر أول عملة رسمية تحمل صورة ليونيل ماسي ولاعبي المنتخب مبدئيا لابد أن نستلهم حكمة الشاعر المنوفي الكبير التي تقول هي الناس دي بترقو ستانجو ولا بتشرب بانجو الحقيقة هي أن التصميمات المتداولة هي عبارة عن مقترحات ولم تتم طباعتها كعملة رسمية للبلاد كما نفى البنك المركزي الأرجنتيني في تصريحات صحفية نيته إصدار عملة عليها صورة النجم ليونيل ماسي عقب فوز منتخب البلاد بكأس العالم 2022 متعودين لأرجنتين يعني ما رسموش صورة مارادونا بشورة صورة ماسي وبعد غياب طويل عن الساحات تعود صفحات مؤيدة لجبهة البوليزاريو إلى سلك الفبركة بمنشور مثير وإلى قلبي روادها أثير وهو عبارة عن صورة من حفل ختام مونديال قطر 2022 نرى فيها رجلا موريتانيا يرتدي دراعة وتعليق يقول الشاعر الكبير وأمير الشعراء سيد محمد ويلد بمبا والذي أهدى فوزه وخاتم الإمارة للشعب الصحراوي وأعلن تأييده ومناصرته للجمهورية العربية الصحراوية حسب هذا المنشور طبعا بعد التحقيق تبين أن الخبر غير صحيح بالعودة إلى تصريح الشاعر بعد فوزه بالجائزة نجد أن الشاعر الموريتاني قد أهدى فوزه لشعب الموريتاني الذي سنده بقوة للحصول على اللقب وفق ما تدولته وسائل الإعلام خلال تغطيتها لحفل تسليم جائزة شاعر العرب في نسخة سنة 2008 والتي فاز بها الشاعر الموريتاني إلى صفحات المبتدئين والمستجدين أي الحسابات الوطنية التونسية المؤيدة للرئيس قيس سعيد والتي خيبت الأمال بعد أن توقع الجميع أنها ستزيح ملوك الكاري وصنع عرشهم العالي إلا أن مستوها نهار وباتت تكرر نفسها بشكل ممل شأنها شأن أحدهم في تونس ومن ذلك ترويجها لخبر غير حارق ولا خارق ولا مارق يقول بالوثائق حركة النهضة ترفع قضية لدى الدولة أجنبية باسم الشعب التونسي من أجل إحالة رئيس الدولة على الفحص الطبي الخبر لا أصل ولا فصل لا حيث أن حركة النهضة لم تعلن أنها رفعت قضية لدولة أجنبية باسم الشعب التونسي من أجل إحالة رئيس الجمهورية إلى الفحص الطبي ولم ينشر أي موقع رسمي تونسي الخبر ولم ينتشر الخبر إلا على الصفحات والحسابات التونسية اللوذاعية الألمائية العاشقة للملوخية رغم أن بعض الشخصيات كانت قد دعت بالفعل إلى هذا الأمر إلى قصص عم الزعمة كلهم وأحش الشاشة بعدي طبعا وملك البريمو والسيكوندو والتيرتسو وجميع المدرجات منفاق فريد شوقي في الضرب والتهديد ومحمود المليك في الشر والوعيد أبو الذر والنووي والهايدروجيني من يخشى صواريخه سكان الأرض والمريخ نعم هو هو عرفتموه وما أنكرتموه الذي راج وماج منشور عنه يقول زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يقرر منع الفرح لمدة أسبوع بمناسبة ذكرى وفاته والده دون تأكيد ومن غير حلفان كما يقول الظرفة الخبر ليس لديه ساس ولا رأس ولا أساس له من الصحة ولم يعلن عنه بشكل رسمي الحقيقة هي أن الزعيم كوريا الشمالية قد فرض في شهر ديسمبر من عام 2021 مدة الحداد 11 يوما في الاحتفال بالذكرى العاشرة لمفاة والده خالد الذكر الزعيم السابق للملاد مع السلام إلى الصفحات المهوسة بقيصر العصر والزمان المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد الحروب على أوكرانيا وترويجها لصورة أولينا زيلنسكا زوجة رئيس أوكرانيا مع تعليق لاذع ماذع يقول انتقادات أمريكية واسعة من دفعي ضرائب الأمريكيين تطال أولينا زوجة فولديمير زيلنسكي والتي شهدت وهي ترتدي معطفا مصمما من جوتي وساعة روليكس بسعر 18 ألف جنيه استرلين كاتبوا الخبر مبدع مخترع فالصورة مفبركة وبالأصح معدلة رقميا عن صورة أخرى ليست لأولينا بل ليست لمرأة أصلا لأنها تعود إلى رجل الأعمال الأمريكي ريتشارد هارت والذي نشرها في حسابه على موقع إنستجرام يوم السادس عشر من أبريل الماضي وتم تلاعبه بالصورة من خلال تغيير وجه ريتشارد هارت بأولينا زيلنسكا وإضافة بعض الأشياء دماغ عالي ومتكلفة مش أي كلام يعني اقترح أن يذهبوا إلى حسابه على إنستجرام وسيجدون عديد الصور التي يمكن فبركتها دائما وأبدا مع الحسابات الوطنية المصرية لكن مع موضوع أكثر جدية وحساسية وهو ترويجها لمجموعة منشورات تقول إيقاف تسليم جزيرة تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية وقف الاتفاقية نقطة تعجب وينتهي المنشور بعبارة القوات المسلحة المخابرات العامة البعض وضع عبارات مثل لن نركع لغير الله أخرون علقوا بجمل مثل أنتوا عارفين تقلئوا أمتي أما تحسوا أن رئيسنا طيب ضعيف غلبان لكن بسم الله ما شاء الله عندنا أسد بمعنى كلمة محدش إلى الآن عارف يقرأوا صح وهو لا يثبت على شيء بطبيعته عنده غموضه محدش يعرف هو بفكر في إيه أنا أحب النوعية دي من رؤسة ضحك على الدنيا كلها وما زال مستمر في خداع العالم فخر والله فخر أخرون علوا في التجويد فقال لذلك إسرائيل تصرخ قائلة إن مصر تضغط على أمريكا لتجميد التسليم مصر ضحكت علينا بعد مغادرة إسرائيل مع قوات حفظ السلام من الجزيرتين ثم جمدت قرار التسليم المنشورات عبارة عن كرة عرضية أرضية زاحفة تجاوزت أعلى المرمى بقليل مبابي ميسي كما قال كبير المعالقين الرياضيين في دور رمضان لكرة القدم في قرية ناوس الغيط في محافظة المنصورة تحياتنا لي الحقيقة هي أن تجدد الحديث عن قضية تيران وصنفير فجره موقع أكسيوس الأمريكي ونقلت عنه لعديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية الطريف وأن الموقع الأمريكي ذكر أن مصر تعطل تنفيذة فقية تسليم جزيرتين تيران وصنفير إلى السعودية بسبب إيقاف الملات المتحدة جزءا من مساعداتها المالية السنوية للقاهرة وطبعا لكاتب التقرير الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد تعتبر واشنطن الصفقة التي تضمن تفاهمات بين مصر والسعودية وإسرائيل تمهيدا لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب وهو ما سيعد نصرا سياسيا لإدارة رئيس جو بايدن في الشرق الأوسط وكانت إدارة رئيس بايدن قد جمدت في مناسبتين ما قيمته 10% من 1.8 مليار دولار أمريكي من المساعدات العسكرية التي تخصصها واشنطن سنويا لمصر بسبب مخاوف حول سجل القاهرة لحقوق الإنسان وهذا الموضوع طبعا أصبح محفوظا ومألوفا في حلقتنا هذه لن نتناول أسوأ تغريدة بل أهبد تغريدة وهي من حساب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس الوزراء الروسي السابق ديمتري مدفيدف ونشرها في 26 من شهر ديسمبر المنصرم وقال فيها إنه عشية رأس السنة يخوض الجميع في التوقعات للعام المقبل والكثيرون يخرجون بنظريات مستقبلية وكأنهم يتبارون في اختراع أغرب وأعجب نبوآت ويضيف وهنا توقعات المتواضعة لما سيحدث في عام 2022 ثم ينطلق فيقول سيرتفع سعر برميل النفط إلى 150 دولار سيتجاوز سعر المتر مكعب من الغاز حاجز الخمسة دولارات ستنضم المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي مرة أخرى سينهار الاتحاد الأوروبي بعد عودة المملكة المتحدة سيخرج اليورو من التداول في الأسواق وسيشار إليه كعملة سابقة ستحتل بولندا والمجر أراضي غرب أوكرانيا التي لن تبقى كدولة مستقلة أصلا ستتشكل دولة الرايخ الرابع الإمبراطورية الألمانية والدول التابعة لها أي بولندا ودول البلطيق وتشيك وسلوفاكيا وجمهورية كييف وغيرها من الكيانات المنبوذة ستندلع الحرب بين فرنسا ودولة الرايخ الرابع ستقسم أوروبا وستقسم بولندا بالتباعية ستنفصل أيرلندا الشمالية على المملكة المتحدة وتنضم إلى جمهورية أيرلندا ستندلع حرب أهلية في الولايات المتحدة وستتحول ولايتات تكساس وكاليفورنيا إلى الدول المستقلة ستشكل مكسيك وتكساس كيانا تحالفيا سيفوز إيلون موسك بالانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات وسيسيطر عليها الحزب الجمهوري بعد نهاية الحرب الأهلية ستغادر كبرى أسواق الأسهم وسندات الولايات المتحدة وأوروبا وينتقل نشاط المالي إلى آسيا سينهار نظام برانت وود المالي ما سيتسبب في إفلاس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيتوقف تدول اليورو والدولار كعملات دولية تحفظ بها القيمة تستخدم كاحتياط نقدي سيستعض عنها بعملات رقمية ما إليه من هذا الهبد الطويل قبل أن نعلق على التغريدات واجب أن نقول دولة الرئيس السابق يريد تغير الصنف واضح أنه ضدك مضروبة تغريدة مدفيدف كوميديا سوداء تطلعنا على شيء من خيالات مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتذكرنا بمستشاري الرئيس العراق السابق صدام حسين الذين أقنعوه إلى آخر لحظة بحرب التحرير الكويت أن الولايات المتحدة تتبع سياسة حافة الهاوية وأنها لن تتحمل أن يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار وأن النظام العالمي المالي سينهار وبالطبع كما تعرفون لم يحدث ذلك لا أحد مننا يعلم المستقبل وليوجد ما يمنع أن يحدث ركودون اقتصادي عالمي غير أن ما قاله مدفيدف يصلح لبرنامج تحليلي في قناة سبيستون الإخبارية وعجب فاصل قصير نستكمل بعده فقرأتي كوليغرافو بقى معكم بعد الفاصل ما حكاية قصة صخرة الحب التي تهوي بالمحب غير الصادق وهل اختفت طائرة لخمس وأربعين سنة وهبطت وجميع ركابها موتى ولماذا يذهب البريطانيون إلى المقابر للنزهة أهلا بكم من جديد إلى فقرة زيف عشوائي هذه الفقرة المحببة إلى قلبي كثيرا هنا نفند الفبركات التي لا نعتقد أن وراءها دوافع سياسية لكنه خيال عريض لمفبركين رؤوسهم مربعة وقيل في البعد الثالث مكعبة أول قصصنا عن موضوع أثير لدى العرب وأزعم أنهم أصحاب السبق والفضل فيه ولا تدانيهم في علومه ومعارفه أمة من الأمم فقد تفوقوا على الهند والصين والروم والإغريق والفرس عرف العرب ما قاله حكماء الأمم وفلسفتها عن الأمر فشرحوا قول أرستو وأفلاطون وغيرهم أما غزليات الفرس التي طارت بذكرها الركبان فغالبها يجاري أداب العرب وكذا الأمر مع الترك بل حتى متأخرين الذين ترجموا عن العربية قرأت رسالة أوفيد في فن الحب وهي أبدع ما كتب الرومان في الباب فوجدته وقف في ساحل بحر خاض العرب غمارة وعرف أسراره بل حتى أساطين الهند والسند اعترفوا أن ما أوردوه في أسفارهم لا يعد أن يكون نقطة في كتاب الحب عند العرب ومن باب شهد شهد من أهلها سأريد مقاله صديق خان في نشوة السكران من صحباء تذكار الغزلان تعليقا على كتاب سبحة المرجان في أثار هندوستان للعلامة البلغرامية المعروفة عند العرب بأزاد حيث أن البلغرامي صال وجال وترجم العجب العجاب من السانسكريتية بل إنه نقل أقوالا غريبة من كتاب شهير سيئ الذك لا أستطيع حتى قول اسمه هنا نعود إلى صديق خان الذي رأى أن الكثير من الأمور فاتت العلامة الكبير وقال ولعل أزادي رحمه الله لم يفز يوما من الدهر بدوان الصبابة لشهاب الدين أحمد بن أبي حجلة المغربي وكذلك بتزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق لدوود الأنطاكي البلغرامي عرف مراتب الحب وتصنيفاتها عند العرب ولم يجد عند الهنود ما يوازها فهي بالعشرات وأولها العلاقة وتسمى العلق بوزن الفلق فهي من أسمائها قال الجوهري والعلق أيضا الهوى يقال نظرة من ذي علق قال الشاعر ولقد أردت الصبر عنك فعاقني علق بقلبي من هواك قديم وقد علقها بالكسر وعلق حبها أو حبها بقلبه أي هويها وعلق بها علوقا وقالوا سميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب أما أعلى درجات الحب عندهم فهي التعبد حيث قالوا إنه غاية الحب بغاية الذل يضرب الحبش بذل يقال عبده الحب أي ذلله وطريق معبد بالأقدام أي مذلل وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطأه وأحصى بعضهم خمسين درجة بين العلاقة والعبادة مثل الهوى والصبوة والصبا والصبابة والشغف والشعف والوجد والكلف والتتيم والعشق والجوى والدنف والغرام والهيام والتدليه والولى وغير ذلك كثير وبحث العرب فيما يؤدي إلى الحب وما يبقيه وما ينهيه وتناول أمورا نتعجب منها حتى في زماننا هذا فحديثهم عن الحركات المؤدية إلى الحب يذكرنا بعلم النفس فقالوا إنها ثلاث إيرادية وطبيعية وقسرية فالحركة الإيرادية تابعة لإيرادة المتحرك والحركة الطبيعية حركة الشيء إلى مستقره ومركزه والحركة القسرية التي تكون بقسر قاسر بل إن العرب خاضوا في مسائل الحب إلى مدى لا يمكن تصوره ويذكرون في ذلك أن أحد أدبائهم كتب إلى أبي بكر ابن داود الأصبهني يا ابن داود يا فقيها العراق أفتنى أو فقيها العراقي أفتنى في قواتل الأحداقي هل عليها القصاص في القتل يوما أم حلال لها دم العشاقي فأجابه ابن داود بأبيات منها أخطأت في نفس السؤال وإن تصب بك في الهوى شفقا من الأشفاقي لو أن معشوقا يعذب عاشقا كان المعذب أن عمل عشاقي حتى ابن داود الرزين وهو من هو حن ورق لعاشق متولع وخاض في أمر الحب وكذلك نضى الحمدي شخصيا تعاطف مع المعذب الولهان وكان بيودي أن أذكر خرافات العرب عن الحب والمحبين وأساطيرهم العجيبة الغريبة وبعضها مريبة غير أنني بعد أن ارتحت من شر المخرج ورئيس التحرير أصبح المونتيريو طالدني يشكو من الاستطراد وقال لي لقد أكثرت واسمه حيدر بالمناسبة حتى إذا أردتم أن توجهوا له النقد أو تشتموه بالقصير بسبب قطعه لسلسلة أفكاري فلكم ذلك في التعليق على حسابات السوشال ميديا لذا سندخل إلى المنشور مباشرة وهو عبارة عن هذه صورة المثيرة الأثيرة مرفقة بتعليق يقول إن لم يكن الحب صادقا سيقع العاشقان من الصخرة إلى الوادي هل أنتم مستعدوا لخوض التجربة؟ سنفسد على المفابركين وعشاق الأباطيل فرحتهم بالصورة والمنشور ونبين أن الصخرة لا يطلق عليها صخرة الحب كما أنها لن تسقط من أعلاها من كان حبه غير صادق المكان عبارة عن مزار سياحي يرتاده أشاق المخاطرة وصخرة مساحة وخمسة أمتار مربعة وهي معلقة على ارتفاع 984 مترا وتتكون من رواسب جليدية وتقع أعلى جبل كيراج في مقاطعة روغلاند في النرويج ويمكن الوصول إليها بدون أدوات ومعدات تسلق كما تعتبر موقعا شهيرا لقفز المظلات ويرتدها أيضا هوات التقاط الصور ومن الممكن أن ينتظر المرء لبضع دقائق أو ربما لأكثر من ساعة للوصول إليها حسب أعداد السائحين الخلاصة لا تسمى صخرة الحب ولن تسقط من كان حبه غير صادق لذلك يمكنكم جميعا أن تأخذ إليها حبيباتكم وأحباءكم سمى العرب المحيط الأطلسي ببحر الظلمات ونقل أهل الأدب الخرافات عنه من اليونانيين فمثلا قال النويري في كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب فأما البحر المحيط وجزائره ويسمى باليونانية أوكيانوس ويسمى بحر الظلمات سمى بذلك لأن ما يتصاعد من البخار عنه لا تحلله الشمس لأنها لا تطلع عليه فيغلظ ويتكاثف فلا يدرك البصر هيئته ولعظم أمواجه وتكاثف ظلمته وغلظ مائه وكثرة أهوائه لم يعلم العالم من حاله إلا بعض سواحله وجزائره القريبة من المعمور أما الجغرافيون العرب فكانوا أكثر علما بالمحيط الأطلسي قولا واحدا فقال الإدريسي في كتاب نزهة المشتاقة في اختراق الأفاق إن هذا الجزء من الإقليم الثاني مبدأه من المغرب الأقصى حيث بحر الظلمات ولا يعلم ما خلفه وفي هذا الجزء من الجزائر جزيرة مسفهان وجزيرة لغوس وبالطبع عرف العرب جزر الكناري وعدوها جزءا من المغرب فقالوا والذي علم به من الجزائر ستة تسمى جزائر السعادات والجزائر الخالدات وأنا نقول شبه الكناري جزر جميلة ولم أجدهم ذكروا أنهم خاضوا المحيط الأطلسي إلا في شذرة ربما نتعرض لها في حلقات مقبلة عن الولايات المتحدة قبل أن تصبح أمريكية ورغم ذلك فإن الإربيلي ذكر في كتابه تاريخ إربيل أن بعض الملوك قد فتقوا البحر المحيط من المغرب وهو بحر الظلمات وهنا واجب لي أن أتعجب وأستغرب وهو أن كتابا عن تاريخ مدينة إربيل في كردستان يتحدث عن تفاصيل المحيط الأطلسي قصتنا التالية أعجب وهي تدور في ذلك المحيط واددت أن أستشهد لها ببيت شعر مناسب فقلت لا ينفع معها إلا ما هو أشد غرابة منها فقلبت دواوين شعراء السنغال المطلة على ذلك المحيط بالعربية فوجدتهم ذكروا شيئا مذهلا وهو أن الشاعر الكبير أحمد عيان سي هاله أمر وفاة والده الأديب والشاعر أيضا عثمان بن أبي بكر فما استطاع أن يرثيه إلا تكلفا مع أن له مراثية رائقة في آخرين فاضطر إلى نظم شيئا على وزن البسيط فقال حيران حيران لا أنفك ذا كمد حيران حيران لا أنفك حيران محزان محزان لا أنفك ذا حزن محزان محزان لا أنفك محزان وأنا بسبب قصتنا التالية حيران حيران فعلا فهي عبارة عن صورتين مع منشور يقول أغرب حادثة في تاريخ الطيران والتي تعتبر لغزا لم يحل إلى يومنا هذا حيث أقلعت طائرة سانتياجو 513 عام 1954 وهبطت بعد 35 سنة من إقلاعها وقد تحول ركابها إلى هياكل عظمية تبدأ أحداث القصة من مدينة أخا الواقعة في ألمانيا الغربية سابقا والطائرة أقلعت من مطار المدينة في رحلة روتينية في الرابع من سبتمبر 1954 وعلى متنها 92 شخصا بضمنهم طاقم الطائرة المؤلف من أربعة أشخاص متجه نحو مدينة سانتياجو في الجانب الآخر من الأطلسي انقطعت جميع وسائل الاتصال بالطائرة بعد مضي ساعات قليلة من إقلاعها في مكان ما فوق المحيط الأطلسي واختفت الطائرة بدون أي خبر ولم يسمع عنها أي شيء بعد ذلك ووسط ظهول العاملين في برج المراقبة والشهود ظهرت الطائرة في يوم الثاني عشر من أبتوبر 1989 وبشكل مفاجئ ومن العدم فوق مطار بورتو أليغري في البرازيل وهبطت بسلام في أرض المطار بعد قيامها بعملية دوران فوق سماء المطار سلطات المراقبة في المطار لم تستلم أي تأشارة من طاقم الطائرة أثناء ظهورها المفاجئ وهبوطها ما جعل الموضوع أكثر غموضا ومثيرا للشكوك والتساؤلات لدى سلطات المطار التي سارعت في إرسال مجموعة أمنية لتفتيش الطائرة أفراد المجموعة الأمنية التي دخلت الطائرة أصيبت بهلع عندما وقعت أعينهم على المنظر الرهيبي والمرعب داخل الطائرة مشهد 92 هيكلا عظميا لأشخاص جالسين على مقاعدهم في الطائرة بضمنهم الهيكل العظمي لقائد الطائرة الكابتن ميجل فيكتور كيري جالسا في كابينة القيادة وممسكا بمقود الطائرة بعد أن انتهيت من قراءة هذه القصة تذكرت حكمة الدمائط الشهيرة هو البنكو اشتغل هنا كمان واللي هي مع القصة زائفة بتأكيد وعارية تماما من الصحة مصدرها صحيفة سيئة السمعة اسمها وورد ويكلي نيوز عرفت بنشر قصص خيالية وأحداث خارقة للطبيعة وغير واقعية أو منطقية وقد صدرت هذه الصحيفة في الفترة بين 1979 إلى 2007 ونشرت هذه القصة الزائفة عام 1985 ضمن قصص زائفة أخرى فعلى سبيل المثال نشرت عام 1993 صورة لأكبر هيكل عظمي تم اكتشافه وصورة أخرى لكائن نصفه ولد والنصف الآخر خفاش وجيش النمل الذي أكل 935 شخصا والحيتان المدربة على صيد قوارب المخدرات أما قصة الطائرة التي اختفت لمدة 37 عاما قبل أن تعود فلم تنشرها أي وسيلة إعلام الموثوقة لذا كفوا عن نشر الفبركات وإذا لم تكفوا فأنا هنا لأحكي لكم قصص فبركاتكم وأبين للجميع كم هي مضحكة لأبي العلاء المعر قصيدة رقيقة لعلها من أجمل ما كتب إذ فيها صدق العاطفة وبالطبع هي حسنة السبك وهي في رثاء أحد أصدقائه وقال فيها صح هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد سر إن استعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفاة العباد ولا أعرف ما الذي كان سيقوله الشاعر الكبير لو رأى هذه المجموعة من الصور القديمة الأبيض والأسود والتي تظهر مجموعة من الأشخاص وهم يتجمعون أمام المقابر وروج لها البعض مع منشور يقول قبل أن يستحدث البشر الحدائق العامة كان الناس في المملكة المتحدة يذهبون إلى المقابر للتنزه ففي القرن التاسع عشر كان ينظر إلى المقابر على أنها أماكن هادئة وجميلة حيث يمكن العائلات أن تجتمع وتستمتع بوجبة لذيذة باربيكيو بجانب قبر جدي الحقيقة هي أن الصور لا علاقة لها ببريطانيا بل جميعها من الولايات المتحدة الصورة الأولى تعود لأشخاص اجتمعوا حول مقبرة القديس لوقة القديمة التاريخية في مقاطعة آيل оф وايت وصورة ثانية لمقبرة في إلينوي بشيكاغو فيرجينيا الولايات المتحدة وقد كانت تنزه في المقابر سلوكا متبعا هناك في القرن التاسع عشر وبالرغم أنه من بين أسباب تجمع الأمريكيين في المقابر افتقار بعض البلديات أن ذاك المناطق الترفيهية أو حتى بعدها عن أماكن سكنهم إلا أنه من أهم الأسباب الرئيسية للتجمع داخل المقابر أنه خلال تلك الفترة انتشرت الأوبئة في جميع أنحاء البلاد حيث ازدهرت الحمى الصفراء والكوليرا وتوفي الأطفال قبل بلوغ العاشرة من العمر وتوفي تمساء أثناء الولادة كان الموت الزائرا دائما العديد من العائلات وفي المقابر كان بإمكان الناس كسروا ذلك الحزن بالتحدث مع العائلة والأصدقاء سواء الأحياء أو حتى المتوفين رحم الله جميع موطنين فاصل قصير نستكمل بعده فقرة بوليغراف ابقوا معنا بعد الفاصل في فقرة في العمق نلقي الضوء على نظرية الأرض المسطحة وسبب انتشارها ونجري حوارا حول حقيقة وصول البشرية إلى سطح القمر ونناقش الإشكالات التي يطرحها أصحاب نظريات المؤامرة النافية للعلوم الحديثة أهلا بكم من جديد الأرض مسطحة وليست كروية وهبوط الولايات المتحدة على سطح القمر كان مزيفا سمعنا كثيرا من تلك النظريات التي تشكل إحدى أكثر نظريات المؤامرة ديمومة والتي لها تاريخ طويل في الانتشار الذي يواصل طريقه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الرغم من الأدلة العلمية الدامغة على كروية الأرض والتأكيد على شبه استحالة تزييف الهبوط على القمر إلا أن أصحاب نظريات المؤامرة مصرون على نشر معتقدات لا تستند على دراسات أو تبرير علمي ومنطقي فما جديد تلك النظريات ومتى ظهرت إلى العلن وكيف يروج لها اليوم وكيف تتعامل مواقع التواصل الاجتماعي معها وما قصة الطيور المزيفة الأجوبة في التقرير التالي الأرض لم تتسع لخرافاتهم فذهبوا بها نحو الفضاء ومن هناك أوهم العالم أن الأرض مسطحة الأرض كروية أم مسطحة؟ في السؤال رائحة مؤامرة تستحوذ على خيال العالم وتشكل جزءا من تاريخ البشرية أصحاب تلك النظريات يرفضون المعتقدات السائدة لصالح تفسيرات غير مبررة أو واقعية قد تحمل في بعض الوقت ميات مبرمجة تهدف إلى زرع الشك لدى الأفراد نظرية الأرض المسطحة ليست جديدة حيث ظهر المفهوم الحديث لها في القرن التاسع عشر في إنجلترا مع تأسيس جمعية الأرض المسطحة بواسطة سامويل بيرلي روبوثام وعلى الرغم من تفكك الجمعية في ذلك الوقت فإن النظرية استمرت وعقد عام 2018 أول مؤتمر دولي للأرض المسطحة في ولاية كارولين الشمالية على مواقع التواصل الاجتماعي المتعطشة لتلك النظريات انتشرت هذه النظرية بشكل واسع ومستمر خاصة أن تلك المواقع لا تزيل بشكل عام المحتوى المرتبط بتلك النظرية طالما أنها لا تنتهك شروطها بل تكتفي بإلصاق إشعارات التحقق من الحقائق على المنشورات التي تتحدث عن الأرض المسطحة كثيرة هي القصص والأخبار والفبركات التي حاول المروجون استخدامها لنشر نظريتهم ففي هذا الفيديو الذي حصد أكثر من 36 ألف مشاهدة يقول الراوي إن العالم مسطح وهناك عالم آخر خارج جليد القطب الجنوبي كما يطلب الراوي تبرعات من المشاهدين للقيام برحلة إلى القطب الجنوبي لمعرفة ما يحدث وكدليل على نظريتهم قال بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن الطائرات التي تحلق بشكل مستقيم ومستوي تثبت أن الأرض مسطحة رغم أن التحقيق العلمي يؤكد أن الرحلة الجوية المستقيمة والمستوية لا تشير إلى خط مستقيم حرفياً في الهواء بل إنها تعتمد على الحفاظ على ارتفاع واتجاه متسقين كما أنه في السياق نفسه يشادل البعض بأن الأرض عبارة عن قبة أو كرة مجوفة محاطة بقبة شفافة أو سمى هذه النظريات تنتشر وبشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل صفحات أنشئت خصيصاً لنشرها إلا أنها في المقابل تلقى نفياً من خلال منشورات تؤكد علمياً كروية الأرض التي نعيش عليها مؤامرة أخرى وبطلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بحسب ما نشرته بعض الحسابات بتزييف الهبوط على سطح القمر باستخدام فيلم تم تصويره ربما في هوليود هيلز وتفترض المؤامرة أن الدافع كان أن يثبت للعالم أنهم هزموا روسيا في سباق الفضاء أو أنهم يريدون تحويل الانتباه عن حرب فيتنام المروجون استعانوا في حملتهم باقتطاع كلام لمقدم البرامج التلفزيونية كونان أوبراين الذي علق على حدث الهبوط على سطح القمر الكلام المقتطع لأوبراين يوهم المتابعين أنه اعتراف بتزييف الحدث وأن ما شاهده الناس كان عبارة عن تمثيل ومقاطع كرتونية العديد من المنظمات أوضحت أن التظاهر بالهبوط على سطح القمر شبه مستحيل كذلك الحديث عن مؤامرة تضم أربعمائة ألف شخص شاركوا في إطلاق وكالة ناسا كما أن روسيا تحققت بنفسها من أن الهبوط على سطح القمر حدث بالفعل كطريقة لرفض تلك النظريات وغيرها من نظريات المؤامرة التي تشق طريقها على مواقع التواصل الاجتماعي رغم غرابة مضمونها في بعض الأحيان أقدمت إحدى المجموعات على السخرية من تلك الادعاءات من خلال نشر نظرية تقول إن الطيور ليست حقيقية وتفترض المجموعة التي أسسها بيتر ماكاندو أن الطيور ليست حقيقية وهي في الواقع طائرات بدون طيار تابعة للحكومة الأمريكية تستخدم للتجسس على الناس قامت المجموعة بالعديد من الأعمال المثيرة البارزة كتعليق لوحات إعلانية في عدة مدن أمريكية تعلن فيها أن الطيور ليست حقيقية تلك النظرية الساخرة هدفت إلى إبراز الطبيعة السخيفة للعديد من نظريات المؤامرة وإلى التأكيد أن المروجين لها يعلمون بعدم صدقيتها ذلك التذكير يجب أن يصبح إنظارا دائما للتنبيه على أنه ليست كل المعلومات التي تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي موثوقة فلا تستعجل الأمور فالأرض كروية وحول نفسها تدور للحديث أكثر عن الموضوع سعداء أن ينضم إلينا من عمان رئيس الجمعية الفلكية الأردنية دكتور عمار السكجي يرحب بك معنا دكتور عمار أهلا وسهلا بك في بوليغراف مئات المقالات والخرائط تتحدث عن الأرض المسطحة اسمح لي أن أسألك هل نعيش على أرض المسطحة؟ أسعد الله أوقاتكم جميعا ومنشكر التلفزيون العربي على هذه الاستضافة يعني مفهوم الأرض المسطحة أو دعني أسمي هذا الأمر خرافة الأرض المسطحة هذا الأمر حقيقة ليس صحيحا يعني الحضارة البشرية منذ آلاف السنين أدركت أن الأرض التي نعيش عليها هي كروية أو بيضوية لو نرجعنا للتاريخ أيام الأغريق أيام أرستو أيام في ثغورس أرستو عندما زار مصر نظر إلى المجموعات النجمية وقارن بين المجموعات النجمية في أثنى وفي مصر فأدرك أن هذه المجموعات موقعها تغير فهذا كان دليل وحافظ له لإدراك أن الأرض هي عبارة عن كروية ثم انتقلت وتطورت الحضارة البشرية الحضارة العربية الإسلامية الخليفة المأمون عمل مشروع كبير جدا لقياس محيط الأرض وكذلك البيروني والبحار الأوروبيين وعلم الفيزياء الحديث من أيام غاليليو ونيوتن والاكتشافات الحديثة كلها تشير أن الأرض التي نعيش عليها هي أرض كروية الدليل بسيط لا نريد أن ندخل في خضم المعادلات والنظريات الفيزيائية المعقدة بكل بساطة اطلع في طائرة على ارتفاع عشر كيلومتر سوف ترى الكيرفيتشر إذا نظرت إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية سوف ترىها كروية لو انطلقت في أقم إذن من يقف خلف هذه النظريات ولماذا تنتشر أصلا وكيف يتم ربط ذلك بعلم الفلك نظرية المؤامرة حقيقة لو نرجع إلى مسببات نظرية المؤامرة هذا جانب اجتماعي سيكولوجي سياسي أحيانا يتخذ مواقف يفسر كل الأحداث التي أمامه باستخدام نظرية المؤامرة والمعادة للعلم هذا قد يكون جانب هي معادات الحكومات وعدم الثقة بهذه الحكومات فيبدأ يفند كل شيء تطرح هذه الحكومة يفند التقارير الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما ذلك وينطلق كذلك الأمر إلى التقارير العلمية والمؤسسات العلمية فهي امتداد لمعادات هذا الطرح معادات البروبوزل أو المقترح الحكومي وبالتالي ينطلق بعد ذلك إلى تفنيد كل ما تنشر وكالات الفضاء الحكومية ويقول أنها هي عبارة عن نظريات مؤامرة هذا الأمر حقيقة هو بعيد إلى حد ما بدأت هذا بدأت نظريات أو فرضيات الأرض المسطحة قبل حوالي 70 سنة وأسست جمعيات الأرض المسطحة لكن كانت محدودة يعني أعتقد في الـ 54 أو 55 أنشئت أول جمعية للأرض المسطحة وانتشرت لكن حقيقة كانت هذه الجمعية محدودة لكن نحن الآن نعيش بثورة المعلومات الهائلة انتشار المعلومات فانتشار المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة سهلت لانتشار هذه الأفكار وانتشرت بسرعة كبيرة جدا وهذا الأمر ينطلق مثل الإشاعة الإشاعة تنتشر بسرعة كبيرة جدا أكثر بكثير من الحقيقة لو نعمل دراسات اجتماعية على انتشار الإشاعة نرى أنها خبر كثيرا هنا في بوليغراف وأعتقد أن المتابعي بوليغراف يعرفون هذا الأمر بشكل جيد صور نزول مركبات على سطح القمر مجرد مشاهد مفبركة صنعتها شركات انتاج سينمائية خدمة لأجندة ناسا في إطار مواجهة مع الاتحاد السوفياتي وما إلى ذلك حسب هؤلاء المفبركين ما الهدف من هذا الخبر ومحاولة نشره بشكل متكرر وكيف يستفيد مفبركه؟ يعني الحقيقة أنه وكات الفضاء الأمريكي في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات ضمن مشروع أبولو نعم وصلت إلى القمر وهبطت المركب الفضائي عدة مرات وهي مركبات مأهولة هذا الأمر مؤكد وأحضرت أدلي في أدلي دامغة تؤكد وصول إنسان على القمر أحضرت عينات من تربة القمر وحد الآن هالعينات موجودة وقبل أشهر استخدمت تربة القمر في عملية الزراعة لدراسة إمكانية زراعة القمر فهذه القضية مؤكدة ذلك الصور وكذلك الصور اللي بعثت وصور الأرض من القمر كل هذه تؤكد أن نزول إنسان على القمر كان صحيحا ومؤكدا لكن زي ما حكينا تتبع نفس القضية في ذلك الوقت حقيقة ضمن الحرب الباردة كان في تنافس وكانت في تسريبات بين دول مختلفة وفي صراعات واستخدم الإعلام للتضليل النجاحات للدول الأخرى مثل ما كانت المعسكر الأيمن أو الأيسر يعادي هذا المعسكر فبالتالي ظهرت هذه الشائعات أو هذه النظريات أسميها أنا العلم المزيف وأصبح كل جهة تشكك بقدرات الجهة الأخرى لكن حقيقة هي الآن تقريبا هذا الأمر انتهى يعني ما زال هناك تواصل عن مستوى اجتماعي القضية الأساسية اللي نحن نحكي عنها كل ما يتكلم بهذه الأمور سواء الأرض المسطحة سواء نزول الإنسان كلها ليست مؤسسات أكاديمية وليست جامعات وليست معاهد مرموقة وإنما أشخاص عاديين هو فقط هو قد يكون عمره 20 سنة 18 سنة وهاوي وليس دارس وليس مختص في هذه العلوم فيكتبها البوص وبالتالي ينتشر هذا البوص في بعض الناس بينشر شغلات سخيفة جدا حقيقة على وسائل تواصل من هذه الأشياء مثلا ويتنتشر بعشرات الألاف يقولون أن الأرض مسطحة كقرص بيضوي أو دائري مركزه القطب الشمالي ويحده من جميع الجهات حقق أنترتيكا الجليدي بارتفاع أربع أمتار وهو رمز الأمم المتحدة كيف يمكن أن تصل إلى إقناع هؤلاء يعني حضرتك قدمت أمثلة وقلت أنه النموذج كروية الأرض يعطي حسابات دقيقة فلكية لكن هؤلاء ما زالوا يكررون بكل بساطة نعم بكل بساطة نحن نعلم أن الأرض بيضوية أو كروية لكنها في حال الدوران الكواكب كذلك الأمر في حال الدوران عندما نراقب الكواكب بشكل عام نرى أجزاء منها ونرى أن هذا الكوكب إذا رصدته في يوم ما ترى جزء معين وإذا رصدته بعد فترة معينة ترى جزء آخر وأحيانا ترى مناطق في المريخ وبعد فترة ترى مناطق أخرى لو نظرنا الأسبوع الماضي مشروع أرتيميس حقيقة أرسل صور للأرض من المهم الفضائية أرتيميس من القمر وهي تدور حول القمر أرسل عدة صور للأرض وهي صور تشير إلى أن الأرض هي عبارة عن بضوية وبتقدر تشوف في فترات معينة أن هذه الكرة تدور حول نفسها وهي دوران الأرض فلا يمكن للقرص أن يدور بهذا الشكل فأنت ترى نبسط الأمر زي البيضة أو كرة القدم عندما تدور ترى أوجه مختلفة فهناك الدليل الأبسط من ما يمكن الطيران لما تسافر في الطائرة وتدور حول الأرض تدور ترجع إلى نفس المكان الأقمار الصناعية تدور حول الأرض نحن الآن نتكلم على الهواء معكم الآن عبر الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض وكلها تدور حول هذه الجسم البيضوي بالتالي لو لا وجود هذه الأقمار الصناعية لما استطعنا إرسال الإشارات الكهرة المغناطسية وتستقبلها في مكان ما فالأمثلة بسيطة امشي في خط مستقيم في البحار سوف تعود إلى نفس النقطة القضية ليست صعبة البحار الأوروبيين قبل مئات السنين في دورانهم كانوا يصلون إلى نفس النقطة فالقضية بسيطة لا نريد أن نتكلم عن التجارب الدقيقة جدا في علم الفيزياء التي تقيس الجاذبية بدقة عالي جدا نريد أمثل من حياتنا غروب الشمس إذا نظرت لغروب الشمس في لحظة معينة وكنت في مصعد وارتفعت إلى عمارة عالية وبعد غروب الشمس سوف تلع الغروب مرة أخرى وهذا يؤكد أن الشمس غربت في هذا الاتفاع دكتور عمار السكجي ولكن طبعا من يؤمنون بالخرافات ونظريات المؤامرة سوف لن يصدقوا مهما أحضرت لهم من أدلة شكرا لك دكتور عمار السكجي رئيس الجمعية الفلكية الأردنية شرفتنا في بوليغراف كنت معنا من عمان فاصل قصير نسكمل بعده فقرات بوليغراف ابقوا معنا بعد الفاصل نراجع مقالا عن قمع الكريملين للجمهوريات ذات الحكم الذاتي في روسيا ومقالا آخر عن عدم استعداد الصين لمواجهة انتشار جائحة كورونا ونحلل تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع أبرز الشائعات في العام الماضي أهلا بكم من جديد إلى جولتنا عبر الصحافة الدولية ونبدأها بمقال حاد جدا من صحيفة كييف بوستا الأوكرانية بقلم الكاتب وهي عبارة عن تحريض صريح للعرقيات غير الروسية في جمهورية روسيا الاتحادية على الانفصال يحمل المقال عنوانا رئيسا وهو دروس من التاريخ قمع روسيا لباشكورستان ويلخص العنوان الفرعي محتوى المقال وهو كيف تمكنت مجموعة اثنية أصيلة في روسيا من مقاتلة روسيا بضراوة ولفترة طويلة لأجل نفس السبب الذي تقاتل من أجله أوكرانيا يبدأ المقال بذكر أن الشعب البشكيري أو البشقيري باللغة العربية عانى لقرون من ظلم الدولة الروسية الحديثة ورغم ذلك فإن النضالهم حفاظا على حقوقهم المستحقة فضح وعرى قدرة الدولة الروسية على الخداع والكذب والعنف وما يجب القيام به لتحقيق الأمن وسلام العالمين ويضف بأن الشعب البشكير شعب قديم وأصيل في أوراسيا وجنوب الأورال تحديدا وورد أول ذكر لبعضه أو بعض قبائله في الألفية الأولى من الميلاد في كتب المؤرخين الغربيين أما أول ذكر لأجدادهم فورد في كتبات المؤرخ الإغريقي هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد وتتضمن الأراضي الأصلية لشعب البشكير أو باشكورستان الكبرى أجزاء من مدني وأقاليم شير بليانسك وأورنبرغ وغيرها وحاليا يبلغ تعداد البشكير نحو مليون وسبعمائة ألف شخص يختلفون عن الروس إثنيا وحضاريا فهم من الشعوب التركية ينتقل بعد ذلك الكاتب إلى سرد تاريخ العلاقة بين البشكير والروس فيذكر أن بعض القبائل البشكيرية عقدت اتفاقا مع إمارة موسكوفيا في القرن السادس عشر وأصبحت تحت وصاية موسكو مع الاحتفاظ بالحكم الذاتي الكامل ثم بعد قرون ضمت الإمبراطورية الروسية كاملة بشكورستان بقوة الحديد والنار ورغم ذلك تعهد القياصر بأن يبقى البشكير أحرارا في أراضيهم وملاكا لها أي أن لا يتحولوا إلى أقنان إلا أن الدولة الروسية تأخلفت العهد وهب الشعب البشكيري في ثورات عارمة وتمكن من هزم الجيش الروسي في حروب متتالية لقرنين كاملين وكلما شعرت موسكو بخروج الأمر من يدها قدمت وعودا وعهودا لا تلبث أن تتملص منها بعد أن يستتبع لها الأمر ومن تاريخ روسيا الإمبراطولية ينتقل الكاتب إلى صفحة مرعبة في تاريخ بشكورستان وهي الحقبة السوفيتية فيحكي التنازلات التي قدمها لينين للشعب البشكيري بعد الثورة البلشوفية قبل أن يفضع نظامه بسكان الجمهورية لسبعة عقود انتهت بنهيال الاتحاد السوفيتي في عام 1993 وقعت روسيا الاتحادية اتفاقا مع جمهورية بشكورستان أصبحت بمجبه الأخيرة تتمتع بحكم ذاتي موسع جدا بل ولها حق الانضمام إلى منظمات دولية وإقليمية مثل رابطة الشعوب التركية وغيرها وكالعادة كرر التاريخ نفسه حيث نافق الكريملين والرؤساء المتعاقبون بمن فيهم فلاديمير بوتين الشعب البشكيري إلى أن قلب بوتين ظهر المجن وغير دستور الجمهورية ونزع منها الكثير من الصلاحيات بعد ذلك ينتقل الكاتب إلى إجراء مقارنة بين نضال الشعب البشكيري والأوكراني ويصل إلى نتيجة مفادها أن الدولة الروسية بطبيعتها وبسبب طريقة تأسيسها لا تحترم حق الشعوب في الحياة وتخلف كل وعد وعهد قطعتها ولا حل إلا بمقاومتها المقار مثير ولافت للانتباه ورغم تحيزه وتحامله إلا أنه يستحق القراءة والترجمة لأنه يكشف عن رغبة مكنونة داخل النخبة الأوكرانية بتفتيت الروسيا الاتحادية ثاني مقالاتنا من صحيفة جابان تايمز اليابانية وهو بقلم هيئة التحرير وتحت عنوان لا بد من أن تسرع الصين من استعداداتها لمواجهة موجة الإصابات بكوفيد 19 وتعرض فيه الصحيفة بالسياسة التي تبعتها الإدارة الصينية في التعامل مع جائحة كورونا سواء في فترة الإغلاق أو في فترة الفتحة يبدأ المقال بمدح يشبه الذن فيقول أن قرار الصين بمراجعة سياستها في السيطرة على الجائحة كان صائبا لأن الإجراءات التي اتخذتها في السابق حرمت الناس من حرياتهم الأساسية غير أن تخفيف إجراءات الحظر بشكل كبير مع أهمال دعم قطاع الرعاية الصحية يمثل مشكلة جديدة وعلى بكين التسريع من استعداداتها لمواجهة انتشار متسارع للإصابات ثم يضيف المقال بأن إدارة الرئيس الصيني شي جينبينغ تخلت فعليا عن مبدأ صفر إصابات الذي كان يهدف إلى الحد من الجائحة عبر أسليب قاسية امتدت لسنتين ونصف تحد من حركة الناس وتعطل حياتها مطبيعية بشكل كامل ومن تلك الأسليب مراقبة حركة المواطنين باستخدام مواقع هاتفهم الذكية وحملات فحص جماعية مفاجأ وإغلاق كامل لمناطق شاسعة يمنع خلالها السكان من الخروج حتى للتريب نفاذ صبر الجمهور والنقد غير المعهود من الناس العاديين وتزايد عدد المتظاهرين دفع الحكومة الصينية إلى التضحية بماء وجهها والتراجع عن قراراتها السابقة كما أن هناك أسباب أخرى لم تعطى اهتماما كافيا من المراقبين وهي تراجع الأداء الاقتصادي للبلاد وارتفاع نسبة البطالة بشكل غير مسبوق الرئيس الصيني لم يغير خطابه فهو مصر على النجاح الباهر لسياسة صفر إصابات ولأنه حشر في زوية ضيقة فليس أمامه سوى الاعتراف بفشل تلك السياسة ولو ضمنيا وربما هذا من أفضل الأشياء التي تكشف عن عوار الأنظمة الشمولية التي يصعب عليها تغيير مسارها بطريقة مرنة ثم توضح هيئة التحرير أن الكثير من الصينيين يشعرون بالضياعة حيث فرض عليهم فجأة أن يقرروا بأنفسهم أسلوب العيش الأنسب لتجنب الإصابة بمرض كوفيد-19 أو نقله إلى الآخرين ويضاف إلى ذلك نقص في معدات الكشف والعلاجات عموما والأدوية المضادة للفيروسات على الخصوص وهناك تأخير في تأمين الأسرة في المستشفيات تفيد التقارير بأن هناك الطوابرة طويلة أمامها وأمام الصيدليات من المتوقع أن تبلغ نسبة الإصابات ذروتها خلال شهرين لتصل إلى بضعة ملايين في اليوم وسيبلغون عدد الوفيات نحو مليون فقيد السلطات الصينية أقامت منشآت مؤقتة في عشرات ألاف المواقع في البلاد لاستقبال الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الحم وسدعت المتقاعدين من القطاع الطبي وأدخلت طلاب كليات الطب إلى الخدمة غير أن بطء الحركة وضعف المؤسسات الصحية في المناطق الريفية يجعل حياة كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة في خطر تختتم هيئة التحرير مقالها ببيان أن الاضطرابات في الصين ستؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وهناك مخاوف من ظهور متحورات جديدة من فيروس كوفيد بسبب الانتشار السريع للمرض بين مئات الملايين من البشر في بلد واحد وليس بإمكان المجتمع الدولي السكوت وعدم الاستعداد للقادم ولذا على اليابان والولايات المتحدة ودول الأوروبية تجاوز السياسة والاستعداد لتقديم الأدوية واللقاحات للصين لاحتواء المرض المقال جميل جدا فهو موثق بالأرقام والأدلة ورغم موقف الصحيفة من الإدارة الصينية إلا أنها استطاعت التمييز بين السياسي والإنساني وحتى المصلحي مقال يستحق القراءة والترجمة دون شك ساعات تفصل على 2023 عام جديد أخبار جديدة وأحداث لا نعرف ما ستحمله من مفاجآت ومستجدات نتمنى أن تكون سارة وإيجابية في الساعات نفسها نطوي صفحة 2022 الذي حمل الكثير من الأحداث والعناوين العريضة منها ما حصل ومنها ما تم تلفيقه نستعرض سويا بعضا من الأخبار المضاللة والمفبركة والتي انتشرت خلال 2022 ونبدأ من شهر فبراير مع الحدث الذي فرض نفسه هذا العام أي الحرب الروسية الأوكرانية حيث خرجت العديد من الأخبار المزيفة وبعضها استبقت الحرب كتلك الصور التي انتشرت على أنها هجمات على مناطق سكنية في أوكرانيا لكن الصور بالأصل تعود إلى الضربات الإسرائيلية على قطع غزة عامي 2018 و2021 استوحى المروجون الكثير من أفكارهم من أحداث وقعت في الوطن العربي كتلك الصورة لطفل مصاب زعموا أنه أحد ضحايا الغزو الروسي في أوكرانيا بيد أن الصورة ترجع إلى 2018 في الغوطة في سوريا وكأن العالم كان ينتظر أن تهجم روسيا على أوكرانيا الأوروبية التي تشبههم ليتذكروا مآسي العرب لعبة بداية الحرب الروسية على أوكرانيا وتوقيتها استمرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي كان العالم يرتقب فيه إعلان بوتين هذا التشويق استغله المروجون للنشر بعض الأخبار كخبر يقول أن بوتين يؤجل الهجوم حتى يسلم بايدن أسلحة إلى أوكرانيا لتحتجزها روسيا في البحث العكسي عن الصور نجد أن اللقطة ظهرت على شاشة سيئن آن عام 2017 تحت عنوان أمالو ترامب في إبرام صفقة مع روسيا تتلاشر أخبار شهر مارس لم تكن أقل حدة نفتتح الشهر بخبر انتشر بلغة الإنجليزية والعربية ويقول اتضح أن روسيا تدافع عن العالم أجمع من البرنامج البيولوجي العسكري السري الذي كان يجري تنفيذه من طرف أوكرانيا وبتمويل من إسرائيل والغرب حيث كانوا يعملون سرا على تطوير عدة فيروسات منها الجمر الخبيثة وكان من المفترض أن يتم نشرها بعد انتهاء أزمة كورونا حسب ما جاء في تقرير الكريملين تقول المنشورات الخبر كانت قد نفته السكرتير الصحفية البيت الأبيض على تويتر وقالت إنهم محاولة من روسيا لتبرير هجومها المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا هاجس الفيروسات الذي خلقته جائحة كورونا لا يزال مستمرا فالعالم ربما لم يشف بعد من تبعات هذا الوباء الذي غير مجرية كثيرة في العالم حتى بات المروجون يربطونه بكل خبر صحي يعلن عنه فبعد إعلان منظمة الصحة العالمية في الثالث والعشرين من يوليو عن حالة الطوارئ التي يمثلها جدر القرود انتشرت الأخبار التي تزعم ارتباطه بلقاح كورونا مع الادعاء أن جدر القرود كان غطاء لأمراض فقدان المناعة الذاتية التي يسببها اللقاح الخبر انتشر بشكل كبير وتفاعلت معه أسماء معروفة لكن الادعاءات حول كورونا لم تقف عند هذا الخبر بل إنها استمرت على مدار سنة 2022 حيث انتشرت العديد من الادعاءات التي تتكلم عن ارتباط اللقاح بالموت المفاجئ وبأمراض شائعة أو نادرة هذه الادعاءات لم تتوقف حتى نهاية العام طبعا لهذه السنة أحداث كثيرة وبارزة وأسماء أيضا كان لها الحصة الأوفر من الوقائع والتضليل يمكننا القول إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي كانت من أبرز الأسماء التي تصدرت العناوين عام 2022 بداية من زيارتها تايوان في الثاني من أغسطس كأول مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور الجزيرة منذ 25 عاما والخبر لاقى ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي كما لاقى أيضا أخبار كاذبة حوله كخبر يقول إن الصين كانت تطلق النار في مضيق تايوان قبل زيارة بيلوسي وخبر آخر يزعم أن الصين كانت ترحب بيلوسي بالألعاب النارية وبالطبع جميع هذه الأخبار كاذبة الأخبار حول بيلوسي الكاذبة تنوعت خلال العام كخبر يزعم اعتقالها بتهمة الخيانة والتأمر على الفتنة وكذلك أخبار تتعلق بخصمها اللدود الرئيس الأسبق دونالد ترامب وأخبار الحرب الروسية الأوكرانية والتي كنا قد فندنا معظمها في فقراتنا المختلفة من برنامج بوليغراف ولا يمكن أن ننسى أن ختم هذه السنة كان رياضيا بامتياز حيث استحوذت أحداث كأس العالم في قطر على معظم الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن الأخبار المضاللة حول البطولة بدأت قبل انطلاقها لكن ختمها ونجاحها كانت كفيلا بتفنيدها كما أننا أخذنا على عاتقنا خلال شهر كامل مهمة الكشف عن أبرز مقيل حول البطولة وفضحة تضليل الذي واكب الحدث انتهت السنة وكل عام وأنتم بعيدون عن التلفيق والتضليل وكل عام وأنتم تتابعون بوليغراف بشرف وصلنا إلى نهاية حلقتنا نلقاكم الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن إلى اللقاء